السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي يارب تكونوا كلكم كويسين وبخير باذن الله النهاردة هنعمل مع بعض عيش البكاكين على حسب بقى المسمى يعني اللي كل بلد بتقول عليه هو اسمه ايه طبعا بتختلف المسميات اهم حاجة ان العيش طالع معنا جميل وحلو تسوية ممتازة من تحت حلوة اوي اوي ومن فوق كمان التسوية بتاعته حلوة وتحس كده ان هو ايه يعني كله منفوخ كده وناجح جدا مكونات سهلة جدا الترقات التسوية بصوا الطبقة اللي فوق للعيش زي الطبقة اللي تحت هنعرف هي هو سهل جدا بس مجموعة كده من التفاصيل الصغيرة هيكون اسهل بكتير كمان تعالوا بقى نشوف المأدير بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة وبإذن الله موجودة في البيت اه وهنقول كمان بدايل كتيرة جدا للمأدير يلا بينا نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد معاي نص كيلو من الدقيقة زرة من الملح معلقة كبيرة سكر نص معلقة كبيرة من الخميرة الفورية طبعا انا هعمل نص كيلو لو انت عاوزة تعمل ايه بقى كيلو اتنين كيلو ممكن تضعفي المأدير بعد كده هحط معلقة صغيرة مليانة من البيكنج بودر نظرا لاننا دلوقتي في فصل الشتاء فبنحط ايه عوامل كده تساعدنا على الرفع لان الجو برد جدا درجة الحررة منخفضة والجو برد بعد كده انا دلوقتي ايه هنعجن بايه بصوا بقى العاجن انا دلوقتي هعجن بحاجتين هعجن بلبن رايب عندي كان عندي لبن حليب وراب مني تمام ممكن تجيب لبن حليب وانت وانت تروى بيه تمام لكن لو عندك لبن في التلاجة وراب منك ممكن تعملي بالعيش ده ممتاز انا هحط دلوقتي كوباية من اللبن الرايب وكمان كوباية من مية الخض ايه هي مية الخض دي المية دي لما احنا بنجيب بيكون عندنا كمية حلوة كده من القشطة طبعا نزلت فيديو قبل كده ازاي بنعمل الزبدة بيبقى عندنا القشطة بنبدأ نلف القشطة كده ونحولها لزبدة لزبدة بلدي والزبدة دي بتتحول لإيه اسامنا بلدي المية بقى اللي بتنزل من تحويل القشطة للزبدة دي اسمها خض طبعا معظمك وكلكو عارفين الخض لكن البنات الصغيرين ما يعرفوش ايه هو الخض هو ده الخض حلو جدا جدا طيب انا عدلوقتي عملت كمية خض ممكن تحطيها في كيس وتحطيها في الفريزر وممكن تعملك تجمعي يعني حبات كده وتعمليهم تجمعيهم على بعض هاجن كده شوية وبعد كده هجيب تلت كوباية من السمنة البلدي تلت كوباية من السمنة البلدي السايحة انا مش مسخناها بس عشان الجو برد هي مجمدة معايا في درجة الحرارة العادية فانا بسيحها بس شوية كده عشان تتغلغل جوة العجينة ما تلقوش السمنة مش هتكون كتير احنا هنعجن بقى في المرحلة دي كويس جدا كل ما هتعجيني اكتر كل ما العجين او الدقيقة هيشرب السمنة طيب دي السمنة بلدي معنديكيش ممكن تستخدمي اي نوع سمنة انت حباية ممكن تحطي خليط من السمنة والزيت تمام كده هنبدأ نعجن كويس ممكن كمان في العجن ممكن تحطي معلقتين تلاتة اشتر لو انت عاوزة تزودي بقى لإيه الطعم بقى والنكهة والجمال ممكن عندك معلقتين اشتر تحطي عليها اشتر اشتر عادية اشتر بلدي عادي ممكن كمان في العجن تستخدمي لبن رايب مع لبن حليب بصوا انا جبتلكم بدايل احنا هنعجن بايه كل الحاجات دي كلها بتطلع لك انكها حلوة قوي وبتطلع لك اللي عيش ممتاز تمام كده هنعجن بقى كويس قوي قوي لحد ما السمنة بتاعتنا تختفي وهنبدأ باقي هنغطي العجن بتاعنا بالبلاستي كراب وبعد كده نحط عليه فوضة تمام بصوا لو في الصيف ممكن ما يخدش منك تلت ساعة اختمار بعد ربع ساعة تلت ساعة هتلاقي الخاميرة دي اختمرت لان درجة الحرارة بتكون عالية قوي طيب في الشتاء لو الجو دافي هتاخد معاك ساعة طيب لو انا عاوزة بقى في الشتاء اخمرها بسرعة نص ساعة ولاقيها خمرت هتحط البولة دي في حمام بخار هتجيبي مية سخنة جوة بولة كبيرة اكبر يعني وتبدأ تحط البولة دي فيها تغطي المية السخنة هتغطيلك نص البولة دي هتلاقيها بعد نص ساعة بالزبط هتلاقيها اختمرت يعني ايه اختمرت لان كتير جدا بيجي لأسئلة انا اعرف منين ان العجين اختمر يا جماعة العجين حجمه بيات ضاعف طبعا المعلومات دي للبنات الصغيرين اللي ما يعرفوش يعني ايه عجين اختمرت خلاص بقى هبدأ اني اقسم كده العجينة بتقسميها على حسب ما انتي عاوزة انا قسمتها بصوا قسمت العجينة تقريبا كل واحدة فيهم خمسة وستين جروم يعني القطعة الواحدة خمسة وستين جروم عشان يكونوا كلهم تقريبا قضي بعض خلاص انتي بقى عاوزة تعمليها بالنظر عاوزة بالنظر كده هتلاقيهم كلهم زي بعض هنستخدم كده الدقيق بسيط واللي فرد العجين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اذكر الله صلوا على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد رمضان على الابواب اللهم بلغنا رمضان يا رب زنب مغفور بإذن الله ان شاء الله ودعاء مستجاب وصيام مقبول بإذن الله هنفرد بقى العجينة العجينة مش هايزهروا اي اقوي ولا سامكة اقوي زي ما انتم شايفين كده زي الفل كده والعجينة معايا بتلزق الشي وبتفرد معايا بكل سهولة في المرحلة الجاية بقى دي احنا لازم نعمل كل حاجة في البيت بصوا بقى حاجة حلو قوي طيب انا بقى خلصت العجينة كلها طيب انا هحطها على ايه هتجيبي صانية الصانية بتفردي عليها فوتها نظيفة وتبدأ ترسي اللي هو العجدة واحدة واحدة كده جنب بعضها زي ما انتم شايفين بعد كده هتجيبي فوتها نظيفة فوق العيش وترسي كمان طبقة وتخلصي الطبقة التانية تجيبي كمان تعملي ثلاث طبقات فوق بعض كده نعمل دلوقتي ايه تقريبا ثلاث طبقات فوق بعض وبعد في الاخر خلص هتفردي برضو فوتها نظيفة عشان مش عاوزة وش العجين ينشف معايا طيب طريقة التسوية انا دلوقتي هسوي فرن الغاز لان هو بينجز معايا اي واحدة عندها فرن غاز هتبدأ تسخان الصانية وترسي كده العيش فيه بصوا بقى بسم الله ما شاء الله كله اختمر معي وهتبدأ تلف الصانية يمين شمال عشان الاحمرار بيكون من جنب لأ تلف فيه عشان يحمر من جنب للشمال وتلف فيه عشان كله يحمر من جميع الجوانب بالطريقة دي الصانية بتاخد معايا في الفرن تقريبا دقيقة من دقيقة لدقيقة ونص بكون خلصت العيش كله بسم الله ما شاء الله بيرتفع أنا ببدأ ألف الصانية لإن جنبي بيختمر وجنبي لأ أول ما بيلفها كده بلاقي الجنبين معايا اختمروا معايا وطبعا عندي ناحية بتحمر وناحية لأ ببدأ إني ألف الصانية نفسها أو ممكن ألف العيش ممكن كمان تحط العيش على الفرن نفسه يعني على الفرن بس أنا بالنسبة للصانية مريحة ببدأ أخرج الصانية كلها وخرجها مرة واحدة بقى هتساوي في فرن البتجاز برضو هتعلي فرن هتولعي فرن البتجاز وتعليه على درجة أكبر درجة حرارة عندك الان مئتين وستين وتسخاني الصواني اللي انت هتحطيها وتبدأي مثلا تستقديمي صانيتين وتولعي الشوايا حاجة بسيطة كده عشان العيش يحمر من فوق يعني يديله لون حلو كده من فوق بس خلي بالك ده كله بيحصل في ثواني يعني العيش ده بيستوي على طول تمام كده بسم الله على فكرة الصغيرة اللي هناك دي مختمر يا بنات بس هي الصغننة الصغننة دي كانت بوائي العجين فطلعت كده ايه رهيف صغير كده فقلت اهيه فبسم الله ما شاء الله العيش كله طالع ممتاز معايا مختمر معايا تسوية بتاعته ممتازة من فوق كده جميل ومن تحت جميل حاجة كده بسم الله ما شاء الله وممكن بقى بعد ما يبرد العيش ده وطاري على فكرة طاري جدا جدا ممكن بعد ما يبرد تحطيه في كيس وتحطيه على الرخامة بتكليه عادي وممكن لو انت عاوزة تعمل كمية بعد ما يبرد تحطيه في اكياس تلاجة وبعدين تخزيني في التلاجة لرمضان كل كيس مثلا في خمسة او في ستة او في اتنين على حسب الوجبة تطلعي كيس كيس على حسب وجبة الصحور اللي انت هتستخدميه ازا منتم شايفين طريقة التسوية الطبقة اللي فوق زي الطبقة اللي تحت ممتازة ممتازة حبيبتي لو عجبك الفيديو ريت تعمليلي لايك وشير واشتراك في القناة وفي الختام بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتظروني في وصفات جديدة ان شاء الله